أخونا في رسالته الأولى يقول أنا مواطن مصري واسمي حسن عباس محمد بخيت وأعمل في المملكة بحايل والدي توفي ثالث يوم عيد الفطر وأرغب في أن أعمل له عمرة وأهبها له لكي أكفر عن سيئاته لكني أسأل كيف يكون ذلك إذ أنني قد أديت فريضة الحج في العام الماضي أفيدوني جزاكم الله خيرا إذا كنت أديت العمرة عن نفسك عمرة الإسلام أديتها مع الحج أو أديتها مفردة فلا بأس أن تعتمر عن والدك المتوفى ولك في ذلك الأجر لأن هذا من البر بوالدك ويرجع أن يصل ثواب هذه العمرة إلى والدك والذي تعمله لا يختلف عن الذي تعمله لنفسك فتعتمر عن والدك كما تعتمر لنفسك فأن تنوي عقد الإحرام عند الميقات المعتبر لك تنويه عن والدك وإذا تلفظت وقل تلبيك اللهم عمرة عن والدي فلبس بذلك وإن لم تتلفظ ونويت ذلك في قلبك فهذا يكفي ثم تمضي وتؤدي العمرة بطوافها والسعيها والتقصير أو الحلق من الرأس حلقك الرأس أو التقصير منه وتكون بهذا قد تكاملت العمرة وهي إنية أنها عن والدك وتدعو لوالدك وتدعو لنفسك وتدعو للمسلمين في أثناء الطواف في أثناء السعي نعم